نصلوا مشاهدينا الكرام نحن وإياكم إلى آخر مقالتنا السياسية للكاتب هدى الحسين في صحيفة الشرق الأوسط مقالة تحت عنوان الهيمنة الإيرانية تنتكس في مواقع نفوذها استهلت هدى الحسين للمقالة بالقول أنه عبر وكلائها الإطليبيين مثل حزب الله في لبنان والميليشيات المتحالفة معها في اليمن والعراق مدت إيران نفوذها الجيوسيا سياسيا في منطقة الشرق الأوسط لكن اليوم كثير من هؤلاء الوكلاء يواجهون ما يشبه المحاكمات الشعبية في مناطق وجودهم ويمكن أن تأتي الاحتجاجات في وقت أسوأ منه بالنسبة إلى نظام الإيراني الذي يكافح من أجل القضاء على اندلاع الاترابات العنفة داخل إيران التي يغضيها الفساد المستشري وتدهب للوضع الاقتصادي ووصلت قائلة ظهرت قواسم مشتركة مثيرة للاهتمام داخل عقول المتظاهرين في الدول الثلاث ترتبط بها الجوانب الأجنبية والمحلية لكن برز أن الطموحات الإقليمية للنظام الإيراني سببت تفاقم الحرمان لدى الفقراء والطبقة العاملة في هذه الدول رغم أن إيران تطلق على ثورتها اسم ثورة المستضعفين كل هذا ينظر بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه لحظة محاسبة قاسية لمكانتها الإقليمية وأشارت أن في إيران اندلعت الاحتجاجات في أغلبية المدن إثر قرار حكومي يخفض دعم الوقود كان رد الفعل الشعبي شديدا أدى إلى رد فعل دموي من جانب الحكومة ولتخويف الناس أكثر اعترف التلفزيون الحكومي بأن قوات الأمن تقتل المتظاهرين وأكملت قائلة الجدير بالذكر أن كثيرا من أعمال العنف الحادة كانت في خزستان موطن العرب الذين لهم تاريخ طويل من الصدامات مع سلطة الدولة ما يوضح كيف أن الاضطرابات الاقتصادية الحالية تهدد بتفاقم الانقسامات الطائفية داخل إيران والمنطقة الأوسع هذه المخاطر لا تقتصر على عرب خزستان إنها موجودة لدى الأكراد والآذريين وربما الأخطر لدى البلوش في الجنوب وكل هذه الأعراق لهم إخوة في بعض الحالات متمردون نشطون على الجانب الآخر من الحدود الإيرانية وختمت بالقول بأن كل حركة قاتل من أجل نظام سياسي واقتصادي أكثر عذالة وشفاف وغير فاسل وترفض طموحات الإقليمية للنظام الإيراني الديمقراطية لها ثمن لكن في هذه الدول قد يكون ثمنها أغلى من بقية الدول لأنها تشكل ضربة قاصمة لأهداف السياسة الخارجية الطويلة المدى لإيران ستحاول هذه فرض العنف المستمر والاضطرابات وعدم الاستقرار على المدى القصير وختمت قائلا لقد وضع المتظاهرون سقفا عاليا لإصلاح الأنظمة الطائفية الفاسدة وهذه الأهداف ستعمل على تنشيط الاحتجاجات إلى أبعد من المتوقع لكن المزيج من مؤسسات الدولة الضعيفة المتعفنة والقوات شبه العسكرية المدعومة بالسلاح وسنوات من سوء الإدارة الاقتصادية وعلى سبيل المثال ديون لبنان المتضخمة كلها تجعل المطلوب من المتظاهرين المثابرة والاستمرار وعدم التراجع ويجب الإيمان حقا بأن لبنان ينتفض والعراق ينتفض وإيران تنتفض أيضا وستحتفل شعوب هذه الدول بالولادة الثانية لأوطانها وهذا حتما سيحصل فالتنين يقترب من نهاية عمره ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة